عندما نتحدث على اللاعب المحلي ونقول بأنه ضحية منظومة كارثية وصلنا إلى القاع الآن وبدأنا نحفر حتى يعني أكثر من ذلك عندما يذهب اللاعب كان ينشط في عديد الأندية الكبيرة في الجزائر بين القوسين شباب قصنطينة وما إلى ذلك ضج الطافة وجالة وصالة بين عديد الأندية التي هي ربما هي نخبة النخب في البطولة الوطنية وصل على لقب البطولة الوطنية مرتين مرتين ويتهي به الحال في القوارب الموت والحرقة والذهب إلى إسبانيا في قوارب الموت هذا هو حال كاريم بايتاش اليوم هو أحسن مثل على ما يتلقاه اللاعب المحلي من دعم ومن تكوين ومن مرافقة عندما كنا نتحدث صحيح هو تحدث عن هذا كاريم بايتاش أمس قال بسبب التهميش الذي تعرضت له عندما كنا نتحدث عن اللاعب المحلي وكنا نقول بأن لا مكان له في المنتخب الوطني البعض كان يحاول أن يفرق أو يخوذ في هذه التصريحات بطريقة خبيثة ويقول لك هذا ضد اللاعب المحلي وهذا الناخب الوطني لماذا لم يستدعي عدد من اللاعبين المحليين ودخلنا في منطقة الكوطة وما إلى ذلك اللاعب المحلي هو اليوم يعكس مستواه وتحضيره وتكوينه كاريم بايتاش والنهاية التي آل إليها هذا اللاعب اللاعب المحلي يا عماد اليوم بوغرة يشرف على ربما عديد اللاعبين من أمثال كاريم بايتاش يخذون أو يلعبون كرة القدم بهذا المنطق ويتمتعون بهذا المستوى ويعيشون في هذه المنظومة ويمارسون كرة القدم بهذه العقلية لذلك بوغرة أنا أؤكد للمرة الألف بأنه يشرف على تجربة أصعب وأفضع من بالماضي بكثير